شيخي نستهل الحلقة بسؤالنا اليوم ندردشفي إكرام قارئ القرآن كيف يكرم قارئ القرآن أو ماذا يمكن أن نقول عن إكرام القرآن والنهي عن من يسئ لهم أو ما إلى ذلك فكيف يمكن أن يكرم قارئ القرآن أولا يجب على قارئ القرآن ألا يطلب من الناس أن يكرموه وأن لا يسعى لذلك وأن لا يطلب ذلك هو من الناس إنهم أكرموه هذا من الله لكن ما يطلب ذلك ولا يحفظ القرآن بهذه النية بالنية أنه بكرى الناس بدون يعظمون إذا فعل ذلك بئس ما فعل فهو يحفظ لله ويقرأ لله قرب إلى الله عز وجل وحتى يتشرف بأن يكون في صدره نسخة من كلام الله عز وجل هذه نيته هو أما من حوله من الناس فلما يرونه تكون نيتهم إكرامه لما في صدره من كلام الله فصار عندنا نظرتين متقابلتين لا هو يطلب هذا الإكرام ولا يسعى إليه وفي المقابل واجبنا نحن أن نحترمه لما في صدره من كلام الله عز وجل شيخي وسيدي الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري القاهري قرأت عليه في بيته خلف الجامعة الأزهر من 42 سنة وهو كفيف يا الله كنت أسأل نفسي هل هو ولد كفيف ولا كف بصره بعد أن عاش فترة من الزمن طبعا سؤال محرج نعم فلم أجره إلى أن هو لوحده مرة قال لي قصة عن شيخه الذي جمع عليه القراءة العشر اسمه عبد الفتاح هنيدي قال لي مرة كنت قادما على شيخي الشيخ عبد الفتاح هنيدي وكان جالسا فلما رآني وقف الله الأستاذ وقف للتلميذ يا سلام قال لي فلما رأيته وقف هرولت وأسرعت يا سلام وقلت له يا سيدي أنت تقوم لي أنا تلميذك ومثل ولدك فقال لي أنا لا أقوم لك ولكن أقوم لما في صدرك من القرآن الكريم يا سلام ففي هذه القصة أخذت أنا عدة فوائد من جملتها أن الشيخ لم يولد كفيفا لأنه قال لي فلما رأيته قام هرولت أي فإذا كف بصره بعد أن ولد ولم يولد أكمه الأكمه هو الذي يولد أعمى من ولد أعمى يقال له أكمه هذه الفائدة الثانية أنظر إلى الشيخ الفتاح النيدي وهذه النظرة يعني يقول له أنا لا أقوم لشخصك أنا أقوم احتراما لما في صدرك من كلام الله هذا أيضا رأيته بعيني بعيني رأيته أستاذنا الشيخ عبدالعزيز عيون السود رحمه الله كنت جالسا معه في مسجده في مدينة حمص بارك الله فيها فدخل الشيخ سعيد العبدالله رحمه الله شيق رحمه وكان كفيفا دخل من باب المسجد من بعيد ونحن جالسون فلما رأه الشيخ والله وقف مع أن الشيخ سعيد العبدالله لا يرى هو رجل كفيف لكنه قام لنفس المعنى هذا من أهل القرآن وهو تلميذه الشيخ سعيد عبدالله قارئ على أستاذنا الشيخ عبدالعزيز عيون السود يعني نفس القصة اللي حكا ليها الشيخ الزياد عن الشيخ الفتاح هنيدي رأيتها بأم عيني مع الشيخ عبدالعزيز عيون السود وشيخ سعيد العبدالله لم ينتظر لم يقوم له لما وصل إلى أمامه لا منذ أن دخل من الباب عمله معاملة كما لو أنه مبصر فقام له وبقي واقف لحتى اللي يقود الشيخ سعيد أدخله إلى أن وصل احتراما للقرآن فالقرآن يعلي من شأن صاحب لا شك فهذا واجبنا وهذا واجب أهل القرآن أن لا ينظروا إلى تعظيم الناس أبدا ولا يطلبوه وهذه مصيبة الذي يكون يعني ربي أكرمه بالقرآن ويطلب من الناس أن يعظموه هذه مصيبة وليراجع نفسه هل هو فعلا حفظ لله أم للدنيا هذا من الدنيا فهذه يعني هو ميزان حساس بارك الله فيك الله يرضى عليك شيخ نبك شكرا